اهلا بكم فجر فريق ويج احد اندية الدرجة الاولى مفاجأة مدوية بعد اقصاه الشباب في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين والفوز عليه بهدف دون رد ويدين ويج بهذا الفوز لمحترفه الروماني باتري سور الذي احرز هدف اللقاء الوحيد عند الدقيقة التاسعة ليقابل فريق ويج في دور 16 فريق هجر وفي بقية اللقاءات من المسابقة ذاتها تاهل فريق هجر بعد فوزه على العروب بهدفين لهدف كما تمكن فريق النهضة من التأهل على حساب ندران بهدف يتيم وتستأنف مساء غد لقاءات الدور ذاته بعدة مواجهات حيث يستضيف الاهل نظيره الشعلة ويلعب الصفة مع القادسية والفيصلي يستقبل الجيل فيما يحلو الاتحاد ضيفا على الطاعي والنجوم يلاقي التعاون يرفع منتخبنا الأول لكرة اليد مساء غد شعار الفوز ولا شيء غيره إذا ما أراد التأهل للدور المقبل حينما يواجه المنتخب تشيلي ضمن منافسات كأس العالم لكرة اليد يخوض المنتخب السعودي لكرة اليد اختبارا جديدا ضمن منافسات بطولة كأس العالم لكرة اليد التي تقام حاليا في فرنسا حيث سيلتقي الأخضر السعودي مع المنتخب تشيلي في مباراة تحدد مصير المنتخب السعودي في البطولة فإذا حقق الفوز أمام تشيلي سيتأهل لدور الستة عشر وفي حال الخسارة فستكون المباراة الأخيرة المنتخب قدم لعبا جيدا وممتعا في جميع المباريات السابقة والآن عليه تحقيق الفوز مدرب المنتخب السعودي أشار إلى أن هناك بعض الأخطاء التي حدثت خلال المباريات السابقة وسيعمل على تلاثيها في مباراة تشيلي من أجل الفوز كل شيء ممكن إذا قدم المدرب تكتيكات جديدة وتأتي مشاركة الأخضر السعودي لكرة اليد هذا العام للمرة الثامنة في بطولة كأس العالم لكرة اليد حضوظ المنتخب السعودي في التأهل للدور الثاني ما زالت قائمة من خلال الفوز على تشيلي في آخر لقاءات الدور الأول المنتخب وعد الجماهير بتقديم أفضل ما لديه من أجل تحقيق الهدف والوصول لدورة الستة عشر خالد الخالد الإخبارية باريس تضاربت الأنباء حول مستقبل حارس المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ونادي الشباب محمد العويس وعن وجهته للمقبلة على الرغم تبقي أقل من أسبوع على دخول الحارس المميز محمد العويس فترة الستة أشهر التي تجيز له توقيع لأي نادي يرغب بالانتقال إليه إلى أن الصفقة لا زالت غير واضحة المعالم فبعد أن وصل مع فريقه الحالي الشباب إلى طريق مسدود في تجديد عقد وكان قريبا جدا من التوقيع للهلال دخل اسم نادي الأهلي على خط المفاوضات وبات قريبا من التوقيع له خلال الساعات المقبلة كما أكدت أنباء صحفية ومن المنتظر حسم موضوع انتقال العويس سواء للهلال أو الأهلي في صفقة قياسية للحارس الذي قدم نفسه كأفضل الحراس في الكرة السعودية في الوقت الراهن ويبدو أن الضائقة المالية التي يعاني منها الهلال هي العائق الأكبر الذي يعاني منها مسير الأزرق في نهاية الصفقة فيما جاء سعي دارة الأهلي للتعاقد مع اللاعب ليعطي قوة أخرى للحراسة بوجود الدول ياسرم سليم ومن نهاية قصة انتقال العويس من نادي الشباب يكون السؤال أين سيتجه من قوة المالية أو الحاجة الفنية وقعت إدارة نادي الهلال عقدة إعارة مع مهاجم الضفرة الإماراتي السوري عمر خريبين ليمثل الفريق لمدة ستة أشهر ويعد خريبين ذو الثلاثة والعشرين عاما من أبرز نجوم الدور الإماراتي حيث أحرز 24 هدفا في 32 مباراة لعبها مع الضفرة الموسمين الماضيين وجاء التوقيع معه بناء على الرؤية الفنية لمدير الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم الأرجنتيني رامون دياز نهاية منجزنا الرياضي ترجمة نانسي قنقر